مرحبا بكم أنا جرير دبابني مضيفكم لليوم تتقاطع الأنباء الواردة من السعودية وإسرائيل عند تأكيد عقد لقاء تاريخي بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة نيوم بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فهل تكون السعودية التالية في التوقيع على تفاهمات إبراهيم؟ ينفي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأنباء عن اللقاء الذي جمع ولي العهد محمد بن سلمان برئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو في مشروع نيوم السعودي على البحر الأحمر مؤكدا أن اللقاءات اقتصرت على الوفد الأمريكي برئاسة وزير الخارجية مايك بومبيو إلا أن النفيا يقابله تأكيد إسرائيلي على المقلب الآخر لحدوث اللقاء الذي وصفه وزير التربية يو أف جالانت بالإنجاز الرائع بحد ذاته وتتوالى الأنباء عن الاجتماع عبر الإعلام الإسرائيلي والأمريكي حيث أكدت ووستريت جورنال بأن اللقاء بين نتنياهو وبن سلمان دام لساعتين وبحثت تطبيع بين السعودية وإسرائيل والتهديد الإيراني لأمن المنطقة وعلى غرار جميع جهود السلام مع إسرائيل التي شهدتها المنطقة أخيرا لعبت الولايات المتحدة دور الراعي والوسيط حيث تؤكد التقارير الإعلامية بأن اللقاء جرى بحضور وزير الخارجية مايك بومبيو غير أن بيان الخارجية الأمريكية لم يشر إلى حضور كل من نتنياهو ورئيس جهاز الموسات في الاجتماع الذي وصفه بالمثمر بين بومبيو وبن سلمان في نيوم السعودية ويفتح الاجتماع السري آفاقا جديدة للسلام في المنطقة فالثقل الديني والإقليمي للرياض من شأنه أن يمنح زخما كبيرا لرحلة قطار السلام الذي عبار للتو في أبوظبي والمنامة والخرطوم إذا ما قررت توقيع على تفاهمات إبراهيم ينضم لي من جدة المحللة السياسية الدكتور خالد بطرفي مرحبا بك دكتور شكرا جزيلا لتلبية الدعوة أود أن أخذ منك قراءة وردت الأنباء كثيرا وتسألنا عن السعودية هل ستكون هي التالية خلال الفترة الماضية ما رأيك يعني هل تعتقد بأن على السعودية أن تخفي حدثا من هذا النوع وما هي مصلحتها بأن تخفي إن فعلا حصل بالضبط ما هي مصلحة السعودية أن تخفي السعودية إذا أرادت أن تفعل شيئا فهي دولة ذات سيادة ومن حقها أن تصادق من تشاء وتعادي من تشاء يعني عندما سمحت للطائرات الإسرائية بالعبور فوق الأجواء السعودية أعلنت ذلك بوضوح عندما لم تعارض تطبيع دول عربية مع إسرائيل واعتبرت هذه شأنا داخليا أو قرارا سياديا أيضا أعلنت ذلك بوضوح ولكن عندما لا يحدث شيء فمن حقها أيضا أن تعلم بوضوح بأنه لم يحدث السعودية هي صاحبة المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل وقد أعلنت مرارا وتكرارا وآخرها كان عن طريق مجلس الوزراء قبل حوالي شهرين بأنها لن تفرط بهذه المبادرة وأن على إسرائيل أن تقبل بها أولا وقبل أيام أعلن وزير الخارجية نفس الكلام وأكده في مؤتمر صحفي واليوم يعود ويؤكد مرة أخرى أنه لا صحة لهذه الزيارة وهذه الأفلام التي تعرضونها الآن تؤكد أن الزيارة حسب الخارجية الأمريكية والخارجية السعودية كانت فقط بين الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي فقط ولم يحضرها من أي جانب آخر أي شخص فلذلك أنا أعتقد أن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد وستبقى التكهنات والتسريبات والإدعاءات المسربة للأعلام سواء في إسرائيل أو في إيران أو في تركيا أو في الصحافة الليبرالية في أمريكا وبريطانيا ستبقى حتى يصلون إلى ما يرودون علي الآن السعودية نجحت في اجتماع القمة العشرين وحققت إنجازات كبيرة وجاء وآن أوالي التشويش على هذه الإنجازات عربيا على الأقل لكن بدأنا نشاهد ردود فعل على الخبر حتى وإن كان غير صحيح كما تتفضل حضرتك الفصائل الفلسطينية القيادة الفلسطينية ردود فعل من هذه الأطراف كلها تصف ما يجري بأنه طعن بالظهر خيانة هل هناك قلق من ردة فعل على هذا النوع من الأخبار أن تحقق لاحقا قد يتحقق يعني لا نعرف أنه كانت أكهن مع حضرتك دكتور بطرفي ولكن هناك ردود فعل على ما لم يحصل كما تقول حضرتك دكتور خالد وهذا مقلق الغريب أن ما حصل فعلا لم يكن عليه ردود فعل ما حصل مع قطر مثلا ما حصل مع تركيا ما حصل مع الأردن التي تقيم فيها القيادات الفلسطينية حماس لها استثمارات كبيرة في تركيا وتركيا تعتبر داعم لها حزب الله الآن في حكومة لبنانية تتفاوض مع إسرائيل لم نرى هذه الردود المتشنجة فقط عندما يأتي الأمر لدول الخليج تحدث هذه الردود ولذلك أستطيع أن أقوله بكل ثقة أن هذه الردود لا تمثل الشعب الفلسطيني بقدر ما تمثل القوى التي وراء هذه السلطة أو حماس أو الجماعة الإسلامية وغيرها سواء في طهران أو في أنقرة أو في الدوحة طيب سؤال مباشرة دكتور بطرفي هل سيكون هناك تطبيع للعلاقات بين السعودية وإسرائيل بعد هذه الموضيات الجديدة أنا لست مسؤولا في الحكومة السعودية ولكني سمعت من مسؤولين سعوديين وقرأت كل التصريحات والمواقف السعودية التي تؤكد بأن ذلك لن يتم إلا إذا وافقت إسرائيل على الموادر العربية التي قدمتها المملكة بالمناسبة مرتين مرة قدمها الملك فهد في قمة فاس في 1983 ومرة أخرى قدمتها في بيروت عام 2002 ومسك بها ولا زلنا على العهد باقون طيب ماذا أن رفضت؟ ماذا أن رفضت إسرائيل؟ فلن يتم التطبيع هذا هو شرط التطبيع وهذا ما ذكره وزير الخارجي قبل أيام قبل يومين تقريبا طيب أنا أود أن أشكر وجودك معنا دكتور خالد سيكون لدينا توسية لربما للحوار بعد قليل بشكل أكثر في هذه النقطة شكرا جزيلا لك المحللة السياسية دكتور خالد باطرفي إسرائيل لم تنفي رسميا حتى الآن خبر اللقاء نتنياهو مع بن سلمان في السعودية نتابع هذا التقرير عن وجهة النظر الإسرائيلية من القدس من مطار بن جوريون في تل أبيب إلى مدينة نيوم السعودية هذا هو مسار الرحلة التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو ورئيس المساد يوسي كوهن قام بها السعودية سارعت إلى النفي رغم تعليق وزير التعليم الإسرائيلي أف جالنت على الخبر ووصفه للزيارة بأنها مهمة للغاية نتنياهو اكتفى من جهته بجواب دبلوماسي لم أتطرق في حياتي لمثل هذه المواضيع ولن أبدأ بذلك الآن لكن أستطيع القول أنه منذ سنوات لم أدخر جهدا لتقوية إسرائيل وتوسيع دائرة السلام وزير الدفاع بني جانس كان له تعليق لافت قال فيه أن تسريب خبر الرحلة السرية أمر غير مسؤول وهو ما اعتبره البعض هنا في إسرائيل تأكيدا غير مباشر لما قاله الوزير يو أف جالنت لست متفاجئا نسمع منذ فترة طويلة عن العلاقات الدافئة بين إسرائيل والسعودية ويبدو منطقيا أن يذهب نتنياهو إلى هناك ويلتقي محمد بن سلمان بالنسبة لإسرائيل السعودية هي درة التاج وهي الدولة التي تريد إسرائيل أن تطبع معها لأنها قائدة الدول السنية ذكر السعودية تكرر كثيرا منذ توقيع اتفاق إبراهيم وبعد فتحها أجواءها أمام الطائرات الإسرائيلية ثم أخيرا بعد تصريح وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان عن تأييد بلاده لتطبيع كامل مع إسرائيل بعد إقرار اتفاق سلام مع الفلسطينيين والمراقبون هنا يعتقدون أن التحاق السعودية بإقطار السلام مع إسرائيل لم يعد أمرا يصعب توقعه خلف الكواليس لم تؤكد الحكومة الإسرائيلية الزيارة لكن وسائل الإعلام ربطت بينها وبين إلغاء نتنياهو اجتماعا لكابنت كورونا كان من المفترض عقده مساء الأحد أي في نفس الوقت الذي أشارت التقارير الإعلامية إلى أن الرحلة قد تمت فيه تضاربت الأنباء حول خبر الزيارة التي نفت السعودية حدوثها لكن عدم صدور نفي رسميا في إسرائيل أبقى الباب مفتوحا لتكهنات وأحاديث متزايدة في الإعلام الإسرائيلي عن قرب انضمام سعودي محتمل لركب التطبيع مع إسرائيل ثروة شقرة الحرة القدس أنتقل بالحوار إلى الجانب الإسرائيلي من تل أبيب معي عبر سكايب مردخاي كدار المحلل السياسي شكرا جزيلا لتلبية الدعوة أستاذ مردخاي استمعت إلى ما قلت حضرتك في التقرير وكأنك تؤكد بأن زيارة حصلت ما هي دلائل أن هذا اللقاء وقع بالفعل من جانب حضرتك أستاذ مردخاي ليس لي أي مصدر سوى الإعلام وأنا في الأكادمية أنا لاست في حكومة ولا علم لما يدور وراء الكواليس وإذا أجمعت وسائل الإعلامة الإسرائيلية بأنه كان هذا اللقاء فعلا فأنا لا أشك في وقوعه على أرض الواقع السوديون ربما ينفون هذا الشيء لأسبابهم الخاصة وأنا لست سعوديا ولست متكلما بإسم السودية لأشرح لماذا هم لا يريدون البوح بكيام هذا اللقاء طيب إذن لماذا تريد إسرائيل البوح بهذا اللقاء ما هي مصلحة من سرب الخبر الآن وهو يعلم بأنه سيكون هناك ضرر إن تسرب هذا الخبر أخي الأزيز إسرائيل دولة صغيرة ليس فيها أي سر عندما تقلع تايرة من متار الليد فالجميع يعلم ما هي ومن هي خاصة إذا جاء غيس الحكومة مع موكب السيارات المرافقة له إلى المتار وتسلق هذه التايرة وهي عائدة بعد خمس ساعات وهناك كما تعلم مواكي إنترنت يمكنك تعقب وراء كل تايرة موجودة في الجو في كل لاحظة من الحضارة اليوم واللائل ولذلك لا يمكن إخفاء هذه الزيارة وهذه الرحلة والإعلام إسرائيلي ليس مربوطا بالإملاءات الحكومية ويتكلم كما شاء لأن إسرائيل دولة ديمقراطية بامتياز ولكن إن أخذنا ما تقوله بعين الاعتبار هذا يعني بأن الجميع بإسرائيل يعرف أن هذا تم تماما إذن لماذا ينفي وزير الدفاع ووزير الخارجية معرفتهم بذلك وكأنهم تفاجئوا هم حقيقة تفاجئوا لأنهم من خزب آخر من خزب أبيض أزغك لماذا الحزب الآخر ليس لديه إنترنت ليتعقب أيضا بسوارة جعية ولكن نتنياو رافق معه رئيس الموساد وبعد المسؤولين الآخرين وهو يريد أخذ الكردית لنفسه لأنه كان من زار السعودية والإلتاقا مع ابن سلمان وكل هذه الأشياء هناك من نفس الشديدة بين اللיכود من جنب وأخيز أبي أزغك ولذلك نتنياو يريد أن يكتسي بكل المزايا من هذه الزيارة ومن ما يتبعها من اتفاكات مع السعودية إن حصلت طيب هل أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والسعودية سيكون مشروط بطرح المبادرة العربية التي تقول المصادر السعودية الرسمية بأنها مرتبطة بأي نوع من أنواع تطور العلاقة ما بين إسرائيل والسعودية لا تأكد ذلك هذا الاكتراح السلام مطروح على بساطة البحث منذ 18 عام وإسرائيل لم تسقط من الكورسي عندما رأته ولكن ليس هناك أي فرص لكبوله كما هو لأنه ربما كاعدة لمفاوضات ولكن ليس كشاي منته منه وكانه تنزيل منزل من لدن الله سبحانه وتعالى ولذلك لا أعتقد أن هذا الشاي هو مطروح ولكن علينا أنأخذ كل شيء في منذرين منذر الأول هو ما يدور مع إيران وما يحدث معها مما إدارة بايدن وإزالة الأكوبات على إيران وعودة الويات المتاخدة إلى الاتفاكات النووية هذا هو الشاي المكلك للإيسرائيل والسعودية أيضا وإذا فعل ذلك بايدن بمعنى رفع اللقوبات وعاد إلى اتفاكات النووية هذا سيفرد على السعوديين والإيسرائيليين للجنوس معا للوقوف معنا ماما الأمريكيين مع دولة الإمارات ومع البحرين ومع السودان ومع مصر وما أن كل من يرى نفسه متدررا من التقارب بين أمريكا وإيران كما نتوقع أن يأخذوه عندما يذهب بايدن إلى داخل البيت الأبيض طيب ضيفي قبل قليل قال بأن السلام لن يحصل إن لم تقبل إسرائيل بالمبادرة العربية كما هي حسب ما هو مطروح الآن ألا تعتقد بأن هذا مضر بما تسعى إليه إسرائيل وخصوصا أن السعودية هي كبرى الدول والقيادة السنية في المنطقة بسرعة نصف دقيقة رجاء أنا لا أستم مخللا لشؤول السعودية ولا يمكنني التعليق على مكال هذا أو ذاك أنا أعلم ما يدو في إسرائيل ولذلك يمكنني الكلام عن إسرائيل إسرائيل تعلم بأن إذا كان الخطر الإيراني أكبر مما هو اليوم فهذا سيفرد على الجميع الجلوس معا والوقوف معا أمام الأمريكيين كمجموعة متماسكة لإسرائيل وتلك الدول التي ذكرتها هذا يعني إشي محتوم لا يمكن لأي دولة أن تكف بمفردها أمام الغول الإيراني وهو مساند من كبال الأمريكيين أود أن أشكر انضمامك إلينا من تل أبيب عبر سكايب مردخيك دارة المحلل السياسي ومرأة جديدة أشكر ضيفي الذي انضم إليه قبل قليل من غياضة دكتور خالد بطرفي أشكرك جزيلا